بالتجربة من الأشياء النافعة تجربة المشايخ اللي جربوه من الأشياء النافعة وهو سلامة الصدر سلامة الصدر هذا سلاح لا يعلم به إلا الله جلاله ما له تفسير ما له يعني ما نقدر نشرحه إلا أن يكون هكذا سلامة الصدر على المسلمين سلامة الصدر على الناس سليم الصدر مؤثر بفضل الله جل وعلا عليه همن الله جل وعلا عليه بسلامة الصدر ثم يمن عليه زيادة منه سبحانه بالتأثير وبالقبول لذلك قال الشيخ الإسلام من تيمية كما في شريف علمكم في الواسطية أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولية وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات قال أهل العلم في شرحها وشيخ الإسلام بيّنها فيها من الخوارق والكرامات أن يكون فيه تأثير هذه ما يؤتها كل أحد يكون فيه تأثير نعم الواحد ما يسعى له أنه يكون صاحب كرامة لكنه يمشي في الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها ومنها سلامة الصدر وسلامة الصدر على المسلمين بعامة على أهل العلم على أولاة الأمور على المخطئ على المذنب تتعامل معهم بأمر الله جل وعلا لكن الصدر سليم وفق القاعدة الشرعية مثلا قاعدة الحب يتبعض والبغضية بعض نعم لكن الصدر سليم لا يوجد إحن الإحن هذا الذي في الصدر تفسد تشتت الذهن ولا ينتبع بها لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه المعاني خاصة معاني التواضع سلامة الصدر صلة بالله جل وعلا اللين يعني خضوع القلب لله